السلام عليكم ورحمة الله و أهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد رضوان بهالفيديو رح نشوف جيم مميز مباراة رائعة بتشرح لنا كيف رح يكون العقاب إذا اللاعب من اللاعبين خرق قواعد الافتتاح ولعب بدون قواعد فهالمباراة كانت بين قاري كاسباروف بالأبيض هو الآعب المشهور بطل العالم بطل الأسطوري وجان تيمان أيضا من أقوى اللاعبين بهديك الفترة بفترة الثمانينات والسبعينات ولاعب قوي جدا كان تصنيفه هون الفين وخمسمية وتسعين وكاسباروف الفين وسبعمية وخمسة وثلاثين هالمباراة كانت بتصفيات كأس العالم عام الف وتسعمية وسبعة وثمانين فإذا خلينا نشوف شو اللي صار طبعا هون كاسباروف بالأبيض وتيمان بالأسود وبلش كاسباروف بـ D4 فرد تيمان E6 طبعا هون الفكرة غالبا أنه ممكن يرد E4 فرح يرد D4 ورح يتحول معنا للدفاع الفرنسي أو ممكن يرد اللاعب الأبيض بـ C4 فأيضا رح يرد D4 ورح يتحول لجانبية الوزير المرفوض ولكن كاسباروف قال له لا رح نلعب متل ما بدك تلعب تطلع عن الافتتاح فرح نطلع لك عن الافتتاح نلعب G3 وهيك رح ندخل بتفريع نادر تفريع غريب فهون جانتيمان رح لعب C5 طبعا C5 أيضا لغريبة فمايت F3 من قاري كاسباروف والآن CXD5 وبيشوب G2 ومتل ما شايف كاسباروف مانو مستعجل على البيداء D إنه هالبيداء D يعني حمايته صعبة ولكن هون جانتيمان قرر إنه بده يحميه وراح لعب E5 طبعا هذا رح نعتبره أول خرق للافتتاح لإنه لعب نقل جندي وفضل عدم الانتشار طبعا عم يحاول الحفاظ على الجندي D ولكن على حساب انتشار قطعه فلازم يكون عاطي أولوية للانتشار فهون إذن اللاعب الأبيض راح لعب تبييت D6 وأيضا مثل ما نك شايف يعني مرة تاني اللاعب الأسود أهمل الانتشار طبعا هلأ هون ليش أهمل الانتشار لأنه بده يحمي البيداء E طبعا هلأ هون ما كان مهدد البيداء E قبل التبييت لأنه زأكله بالحصان شو رح يصير أكيد فرح يكون في عنا كشب الوزير من E5 ورح ياخد الحصان ولكن هون اللاعب كاس باروف بيت والآن إذن فينا نقول صار مهدد البيداء E فلزال يكون لاعب تيمان لعب D6 فلزال يكون لاعب تيمان لعب D6 لحتى يحمي البيداء E وأيضا هذا تاني خرق له مبادئ الافتتاح من شوف اللاعب الأسود ما نوع من تشير وإنما عم ملعب بالجنود فإذن C3 لحتى يهاجم بياد اللاعب الأسود دي تيكس C3 ونايت تيكس C3 ومثل ما شايف اللاعب الأبيض كسب بها التكسير انتشار قطعة إضافية نايت F6 وبيشوب G5 وبيشوب G5 أيضا رابط الحصان على الوزير وبنشر قطعة فبيشوب E7 من اللاعب الأسود ونايت D2 ونقلة مهمة جدا طبعا لحتى يجيب الاحصان على C4 وهيك رح يبلش يهاجم البيداء الضعيف D6 لأنه مستفيد من أنه هذا الفيل مشغول بحماية البيداء وأيضا بحماية الاحصان فإذن اللاعب الأسود هون لعب نايت BD7 وأيضا هذا الاحصان انتشار خاطئ هون يعني ما أقصى نشاط في دائما مبادئ افتتاح أنه نشر القطع لأقصى نشاط بأقصى نشاط ممكن فهون على C6 رح يكون أقصى نشاط وهون على D7 رح يخرق أيضا مبدأ من مبادئ الافتتاح هو مبدأ تناغم القطع لأنه هالحصان هذا رح يسكر الوتر أمام الفيل ورح يكون يعني وضع اللاعب الأسود مغلق شوي ومسكر شوي فلذلك رح يكون يعني في عنا نقطة ضعف كبيرة طبعا هون الفكرة أنه بده يحمي الاحصان لحتى يحرر الفيل يكون الفيل حامي البيداء فإذا نوت C4 والآن ضغط كبير على البيداء دي فكيف رح يحمي راح لعب QC7 طبعا هون الأفضل كان أنه يلعب الـ H6 لحتى يطرد هذا الفيل يعني مبادئ الهجوم وطرد القطع الدخيلي على منطقتك أيضا مبادئ الافتتاح ولكن أيضا فضل أنه يحمي الجنود ولعب QC7 طبعا QC7 أيضا تخرق مبادئ الافتتاح لأنه يعني انتشار الوزير بيكون بآخر مرحلة افتتاح اللاعب الأسود للسمان بيت للسماناشير الفيل C8 فإذا اللاعب الأسود ما نمجاهز الآن لنشر الوزير وبالتالي رح يعاني من مشاكل فهون B3 طبعا B3 لحتى يحمي الإحصان اللي مهدد بالوزير فهون H6 والآن عم يحاول يطرد الفيل ولكن يا عزيزي تيمان اتأخر الوقت كتير اتأخرت كتير بهالنقلة هون فات الأوان والضربة القاضية من كاسباروف ضربة قاضية وقف الفيديو إذا بتحب تجرب وتلاقيه طبعا النقلة هون نايت على البي فايف شوف التهديدات مهدد الوزير ومهدد البي دقدي بثلاث قطاع حصانين ووزير لا يمكن يعني الدفاع عن هالنقطة هاي فلذلك هون كوين سي فايف من اللاعب الأسود لحتى يهرب الوزير ويعني يمكن يعطي تهديد للحصان ولكن هالحصان رح يروح ويضرب البي دقدي وامتما شايف يعني محمي بقطعطين وامهدد بقطعطين فلا يمكن أخذه طبعا لا يمكن أخذ الاحصان بالفيل ليش لأنه رح يجي الاحصان مع كيش وبالطالي ما عندك وقت انت ترجع تاخد الفيل هون فهي نقطة تكتيكية لازم تكون شايفة فلذلك بعدها النقلة راح لعب كينغ اف ايت وهي تقريبا النقلة الوحيدة فهون إذن الفيل مهدد فراح يلعب بشوب اي سريل حتى يكسب أيضا تيمبو على الوزير شوف يعني انتشار اللاعب الأبيض خرافي وانتشار اللاعب الأسود مكبل ومقيل فكوين سي سيفن أكيد حتى يهرب بالوزير فالآن النقلة القوية روك سي وان ونقلة أيضا هجومية وجاب اطعاء على الهجوم وجاب اطعاء على الانتشار ومهدد بالكشف الوزير فهون اللاعب الأسود جانتيمان ارتكب آخر غلط بهالدور ولعب النايت على الجي فور ومهدد الفيل ولكن هون جيت النقلة القاضية نقلة وحيدة واستسلم بعد جانتيمان أيضا وقف في فيديو وحاولت لاقيها حقيقة النقلة هي اكوين على الدي فايف ومهدد بكشمات والحقيقة كشمات ما إلى أي حل يعني انت إذا بدك تجي تاخد الحصان مثلا فرح يجي ياخد هذا ومثل ما شايف الآن صار مهدد الوزير وصار مهدد البيدأ بكشمات فإذا يعني هذا الوضع ما إلو حل وبالتالي استسلام طبعا اللاعب الأسود إذا قرر إنه يروح على الجي ايت لحتى يهرب هون رح يكون في عنامات بنقلتين كشمات بنقلتين أكيد يعني هي سهلة فرح أترك لكم ياها كسؤال الفيديو الأبيض هون يلعب ويميت بنقلتين فكان انتصار صاحق لكاس باروف ب16 نقلة فقط وعاقب تيمان على مخالفته لمبادئ الافتتاح هذا كان الدور لليوم إن شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك بالقناة التانية نحاول نعملها القناة الإنجليزية لك الدائرة الصفرة الآن ظهرت هون لحصان الملون والدائرة هاي الأولى هي القناة الأولى فاضغط عليها إذا كنت حابب تشترك نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله